توصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجم السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجم السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 330 طن كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 617 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 201 قضية خبز ناقص للوزن و122 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 76 طن أقماح محلية وفي مجالي الحجب والبيع بأزياد لمواد البناء تم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت